موسيقى صباح الخير فيما كانت الأنظار تترقب جبهة القلمون ضرب الأمن العام معلوماتيا في شمال لبنان واستحضر مفتي داعش إلى ضيافته مرصودا بشبكة اتصالات تربط بين لبنان وسوريا والعراق إبراهيم بركات حلت بركاته على المدرية العامة للأمن العام في بيروت لاستجوابه كأمير محلي في طرابلس يقوم بتجنيد شبان ونقلهم إلى الخارج القبض على سماحته تزامن وسرب من الشائعات انطلقت حول معركة القلمون وانسحاب المسلحين منها لكن المعلومات المقربة لحزب الله نفت أن يكون الحزب قد بدأ المعركة ووضعت أنباء الانسحابات المسلحة في إطار التشكيك وسواء بالأمس أو اليوم فإنما يتم إعداده في شأن القلمون سيكون منسقا مع الجيش اللبناني والمعركة متى تم خوضها ستشكل طوق دفاع عن لبنان وترفع من حوله استوار أمن سيصعب على الإرهاب اختراقه وإذا كان لبنان معني بهذه الحرب للحفاظ على حدوده وتاليا عمق قراه فأن سوريا ستكون أيضا قد حمت ظهرها وتمكنت من تطويق إرهاب يأكل عمقها ويرقص بالسلاح على أبواب عاصمتها وإلى المعركة المستمرة والتي تستنزف لبنان ماليا وسياسيا يدل النائب وليد جملاط اعتبارا من اليوم بشهادته في لعاي التي وصلها أمس وإذا كان زعيم تقدمي رفيق الشهيد يعرف بعضا من مراحله السياسية فإن كل ما سبق وتقدم من شهادات لم تكن إلا مصروفا زائدا على المحكمة ولبنان والدول الممولة وآخرهم شهادة نائب عاطف مجدلاني والتي كلفت بمجموع أيامها الأربعة ما يربع على مليون دولار أمريكي ليخلص في النهاية إلى سرد روايات غير ذي صلة حتى أن الخبر الذي رماه في الشهادة عن زيارة في الزنزانة تمت عام 2004 لأحمد أبو عدس اتضح أنها رواية لم يصدق عليها كل من الشاهدين الأساسيين أو الشهدين الأساسيين النائبين نعم طل أبي نصر وغسانم خيبر وبحسب مصادر ذاك الزمان فأن لجنة حقوق الإنسان عام 2004 قامت بزيارات على السجون وأن عاطف مجدلاني كان يخشى ويتردد من القيام بزيارة دكتور سمير جعجع في زنزانته ويترك المهمة لزملائه في لجنة حقوق الإنسان حتى لا يثار أي غبار سياسي عليه وأنه في إحدى الزيارات التقت اللجنة بسجين مجهول الاسم باعتبار أن الموقفين كان يعرف عنهم بالأرقام وليس بالأسماء فكيف اكتشف مجدلاني أن هذا السجين الذي ظل بعيدا عن زنزانته هو نفسه أحمد أبو عدس لله دره كلف الدولة والمحكمة هذا المبلغ على توقعات ينصح بها للفلكيين وشيوخ الرؤية وأصحاب الطريقة وليس في شهادة لنائب ممدد محترم يدلي بشهادته تحت القصم القرصنة الدولية تتسع لمجدلاني وأسلافه من أرباب الشهادات لكن القرصنة الفضائية لم تعد تتسع لسارقي البث التليفزيوني والذين يسمون أنفسهم أصحاب شركات الكيبل في لبنان وعلى أزمة قطع الرؤوس التليفزيونية اجتمعت المحطات الثماني مع المحام المكلف حصرا متابعة الملف وسيم منصوري وأعلنت تضامنها الكامل ونددت بقطع بث محطتي الجديد والمؤسسة لبنانية للإرسال وأكدت العزم على الملاحقة الجزائية ورفع شكوى ضد الأشخاص الذين أقدموا على قطع البث وتؤكد الجديد رفضها لأسلوب التصفية الذي تتبعه الشركات توجه عناية مشاهديها الكرام إلى أنه يمكنهم متابعة بثها عبر الإيكونات والكيبل الكيبل فيجين مع بدء حملة لمقاطعة أصحاب الكابلات فبدلوا اشتراكاتهم وتوجهوا إلى الشركتين المذكورتين ولا تضع أصحاب الدش يقررون عنكم ويحتلون اتساع فضائكم إذن أكدت المحطات التلفزيونية اللبنانية المحلية الثمانية بعد اجتماع لها تضمنها برفض قطع بث قنتي الجديد والأل بي سي وأعلنت المحطات أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أصحاب الكابلات الذين قطعوا البث أنه في بعض موزعي الكابل قاموا بقطع محطتي للأل بي سي والنيو تيفي هذا الأمر مرفوض بشكل كامل من المحطات الثمانية وليس فقط من المحطات اللي تم قطع والأشخاص اللي قاموا بذلك بتحملوا مسؤولية جزائية عما قاموا به لسبب بسيط أنه البعيان الصادر بواحد خمسة 2015 كان صريح للقول بأنه يلي بدوا يتابع إعارة البس بهذه الفترة ما بين واحد خمسة وواحد ستة هم الأشخاص اللي عندهم نية تسوية وضع أي الاتصال فينا وتسوية هذا الوضع خلال هذه الفترة بتوقيع عقود مع التلفزيات الثمانية أما بالنسبة للأشخاص اللي كان عندهم انتقائية بقطع بعض المحطات والبقاء على المحطات أخرى أو اللي كان عندهم انتقائية أو حتى يقولوا صراحة أنه هني رفضين هذا الاتفاق ببيانات وضعت على شاشات التلفزي كمان خلافا للأنون هيدول الأشخاص يعتبر من الآن أنه رفضوا الاتفاق أو البيان الصادر من كبه المحطات الثمانية وستتخذ إجراءات قانونية مدنية وجزائية فورية بحقهم تم الاتفاق فورا من ابتداء من يوم غد على تقدم بشكوى أولى بحق أحد هيدول الأشخاص على أن تستطبع هذا الأمر سواء غدا أو بعد غد بالأيام اللي جايه هلأ من أستطبع القريب تستطبع هذا الأمر بخطوات لاحة بحق كل الأشخاص اللي صرحوا بشكل واضح أنه رفضين البيان المهل المعطات بين 1.5 و 1.6 هني الأشخاص اللي عندهم رغبة فعلية أنه يسووا هذا الوضع ويتصلوا ويمدوا عقود مع المحطات الثمانية ونعيد التذكير بالبيان الصادر عن مكتب المحامي وسيم منصوري فسندا للقوانين المرعية الإجراء ومع الاحتفاظ بكامل حقوقهم السابقة واللاحقة تؤكد المحطات التلفزيونية الثماني أن كل بث أو إعادة بث لبرامجها سابقة أو لاحقة لهذا الإعلان يشكل مخالفة للقوانين المذكورة أعلاه وتحمل من يقوم بذلك التبعات القانونية المدنية والجزائية لذلك على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي الدكتور وسيم منصوري لتوقيع الأوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث وذلك في الفترة الممتدة ما بين واحد خمسة 2015 وواحد ستة 2015 علما أن البدل هو أربعة دولارات أمريكية عن كل مشترك لديهم ويستفيد من يوقع هذه الأوراق خلال الفترة المذكورة من إعفاءات عن المخالفات السابقة لتاريخ هذا الإعلان وزير الإعلام رمز جريش كشف عن اتصالات سيجريها بدءا من اليوم لمعالجة توقف بث التلفزيونية الأرضية ولا فتى إلى أنه إذا وصل الأمر إلى القضاء فهذا من خارج اختصاصه مؤكدا أنه سيعمل على تطبيق القانون وسيدخل في وساطة بين أصحاب المحطات والكابلات بهدف المعالجة أفاد مراسلنا في صيد عفيف الجردلي عن وفاة الفلسطيني مجاهد بلعوس متأثرا بجراحه بعد ساعات على أطلاق النار عليه من قبل مجهولين مقنعين في منطقة النبعة داخل مخيم عين الحلوي أثناء خروجه من منزله مساء أمس وبلعوس ينتمي لسرايا المقاومة تابعة لحزب الله ويعمل ممرضا في قسم الأشعة في أحدى المستشفيات في منطقة صيدة أفادت صحيفة اللواء أنه جرى كشف مخطط يهدف إلى اغتيال شخصيات رفيعة وذات دلالات حساسة وفي طليعة الشخصيات المستهدفة النائبة بهي الحريري وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود إضافة إلى المسؤول في سرايا المقاومة محمد الديراني وعلمت اللواء أيضا بأن الأجهزة الأمنية المعنية تابعت هذه المعلومات بدقة ووصلت إلى خيوط أدت إلى توقيف أفراد ممن كانت لهم أدوار في تنفيذ هذا المخطط لكن ذلك لا يعني أن المخطط والتهديد لم يعودا قائمين نظرا لاستمرار العديد من الخلايا الإرهابية بالتواري عن الأنظار إلى ذلك قال السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أن السلطات اللبنانية لم تؤكد وجود مخطط لاغتياله ربما لظروف التحقيق أن أي أو أن ضبط اثنين من المتورطين في هذا المخطط يؤكد وجوده والخطر صار حقيقيا وقال العسيري إلى محطة العربية الحدث أن الأنباء التي وردت عن مخطط لاغتيال تم تداولها من جهات عدة آسفا لاستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات وأجندا خارجية قد تؤذي لبنان ومن يعيش على أراضيه مريم قتلها الإهمال الذي طال مدينة ملاهي سيتيلاند وهذه الحادثة ليست الأولى هناك فمن يضمن السلام العام في مدينة ألعاب أطفالنا تحقيق نوال بري غادرت مريم منزلها نهار السبت كغيرها من تلامذة كثر ذهبوا في رحل مدرسية متفرقة في هذا النهار وتوجهت كما فعل الطلاب الآخرون إلى مدينة الملاهي وهي المحطة الأكثر تشويقا لهم وإن كانت كل مدرسة اختارت تلك القريبة من منطقتها رست مدرسة مريم على سيتيلاند في الميناء طرابلس ليلعب الأولاد هناك بعد وقفة الغداء اختارت مريم وصديقاتها لعبة الدودة وهي قطار سريع يرتفع عن الأرض يتبين أن هذه الرحلة ستكون الأسرع في إنهاء حياة فتاة لم تبلغ بعد الأربعة عشر عاما فسكة القطار تحطمت وخرجت العربة التي كانت فيها مريم مع خمسة من صديقاتها عن مسارها مريم سرعان مفرقت الحياة ووضع أحد صديقاتها حرج في أحدى المستشفيات أما مدينة الملاهي هذه التي تحولت ألعابها في لحظة إلى آلات متوحشة مستعدة لتلتهم كل من يلمسها فقد ختمت بشمع الأحمر وما زال صاحبها موقوفا أما مريم فما زال طيفها في القطار وهي تمرح مع صديقاتها وتلوح بيدها للأخريات روح أبوه لجيبة من المدرسة ما فكر أنه بيها شيء ما مرحبه عشيه جدا خبه أنه ويعه أنه ما فيه شيء ما حابه المستشفى رحنا لأنامج صدر وبرق بطي ووشها بورهم كان هنا الله يرحم أي صفية كانت دريبة عند الميناء يحدثنا أصحاب المقاهي عن هذا اليوم ويستذكرون معا ما جرى العام الفائت عندما وقعت أحدى عربات الدولاب أيضا هوا البحر عندنا هون يعني بني قدم بيهتري طيب هي كمان الواحد يعملها الصيانة يجي بشي هاتك السنة هايدي البراينة اللي بتقلب وقع منا ثلاثة آه قلب ثلاثة منا برجعوا مش الحال الحمد لله ما ما صور في شيء هلا هالسنة كمان في هايدي الدودة كمان نفس الشيء هالخضرة هالخضرة بينها بها الترطيب هلا ما فيه لازم يكون في وزارة مثلا كل سنة أو كل فترة أو كل مليهة هاي بيركف فيها عالم كتير هاي أرواح يجي يعمل الصيانة وانتضاربت المعلومات حول عدم وجود ترخيص بالأساس فإن المؤكد أن العربات الموجودة أكل منها البحر وشرب هذا اليوم المأسوي ترك عددا كبيرا من الأهالي خائفين من إرسال أولادهم مجددا إلى أي مدينة ألعاب فذهبنا إلى مدينة الملاهي الأخرى في الميناء لتفحص مدى أهليتها فكانت مغلقة أمام المواطنين بعد قرار المحافظ بإغلاق جميع الملاهي حتى إشعار آخر فدخلنا نحن أيضا لنستكشف ولكي نسأل عن الألية المتبعة للصيانة والكشف والترخيص على طول تعمل نحن هون على البحر نعطول عنا ورشة سينية على طول ورشة سينية بتدهان بتتفقد المكانات بتتفقد براغب تتفقد الأساس كلها تتعلقها بالميكانية بتتفقد بعدين نحن هون كل سنة من جد الترخيص والترخيص كل سنة بتجي بلدية بتكشف بتشوف أنه أنت محل لك أنه عندك السلمة الأمنية السلمة العامة أنك تشتغل أنت عم تشتغل بأرواح وأولاد وأطفال كل عداء بتجي البلدية بتكشف كل سنة كل ما عملتنا تشديد رخصة بتجي وبعدين التأمين والليوم شركة التأمين ما عندك السلمة العامة ما حاتجي تأمين تأمين هي بتدفع عنيك أي مصيبة هي التأمين بدا تكفل يعني التأمين ما قاله مصلحة أنا أكون محلي منه مظبوط تجي تعملي تأمين ما أنا حاعمل محل وتجرب بأرواح العلع وهون عم تعمل أنت هلا عم تعمل شوف يعني نحن عنا عطول صياني عنا واشد صياني على طول إذن الصيانة والرقابة كفلان بجعل الملاهي لعبة الأطفال المفضلة جميلة هي ألعاب الأطفال هذه والأجمل منها أطفالنا وهم يلعبون فيها بأمان ولكن ولكي لا تتكرر هذه الحادثة الأليمة على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها بحزم فأرواح أطفالنا مش لعبة من طرابلس نوال بري قناة الجديد أربعة أيام تحت قوس المحكمة الدولية والقسم بتكلفة بلغت مليون دولار فهل استحقت شاهدة النائب عاطف مجدلاني هذا المبلغ أم أن الخسارة شاملة في المال والأقوال معا آخر ما أدلى به مجدلاني أنه والنائبين نعم طل أبي نصر وغسان مخيبر زاروا سجن وزارة الدفاع عام 2004 حيث التقوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في سجنه إضافة إلى شخص موقوف قال مجدلاني في شهادته أمام المحكمة الدولية إنه قد يكون أبو عدس فماذا يتذكر كل من أبي نصر ومخيبر؟ تقرير باسل العريضي وكانت لجنة الحقوق الإنسان تقوم بجولة على السجون في لبنان فذهبنا ثلاث نواب النائب نعم طل أبي نصر النائب غسان مخيبر وأنا وعندما فتح باب هذه الزنزانة كان هناك شخص قال لنا أنه فلسطيني يسكن في منطقة طريق الجديدة وهو في هذا السجن لأنه متهم بالانتماء إلى منظمة أصولية وعندما ظهر الشريط اللي بيحكي فيه أبو عدس عادت إلي صورة هذا السجين وقلت قد يكون هو هذا السجين الشهادة هذه خلقت الكثير من التساؤلات بداية لجهة احتفاظ النائب مجدلاني بهذه المعلومة إلى حين تقديم إفادته أمام لجنة المحققين بحسب ما أكد لاحقا أمام المحكمة وإن لجهة تضارب المعلومات عن أن أبو عدس لم يكن في السجن في تلك الفترة أما وجود نائبين آخرين ضمن الجولة على السجون فقد يوضح الصورة وحقيقة ما حصل زرنا السجن وزارة الدفاع حيث كان معتقل الدكتور سمير جعجع شفنا شخص اسمه جريس الخوري كان متهم هو أنه اشترك بالاعتداء أحد منه في زنزاني الثاني أنه هو نشوفه قاله في واحد قيد التحقيق شو اسمه ما عطيونا اسمه لا طلعنا نحن تفرجنا من الطاقة يعني بعد زنزاني الثاني هلا هو عارفه بو عدس بو عدس بو بو حمص ما نعارف إذا هو بيعرفه بجوز يكون عارفه زميلة يمكن شافه تصور أنه يكون هدايا كده فيه يتصور يكون أبو حمص أبو عدس لقتال الطابق بغرفة معتمة شفنا خيال قاعدني مع الأرض ما أكيد ما عرفنا وقتها مين هيدا الشخص لأنه بسؤالي للمسؤولين ما قالوا لنا اسمه وكانت من المصرين تقارف شو شروط احتجازه وقالوا لي فيه كتير ناس بنوقفهم على ذمة التحيق وبنرجع بيتركه للصدف اليوم تكلم معي جريس الخوري من كندا ورجعت سألته أكد لي على الوقت أنه ما كان فيه حدا مسجون لمدة طويلة وغيره وغير دكتور سيمير جعجع حتى أنه سجنه جاوز سجن دكتور جعجع بشهر واحد إنما اللي بتذكره أنه ممكن يكون هذا الشخص من الجنسية الفلسطينية اللي لهجته لأنه تكلمت أنا شخصيا معه بس تيكون أبو عدس أو مش أبو عدس لا جوابونا بالقيادة العسكرية بالسجن ولا أنا وزملائي أخذنا أي جواب عن جنسيته عن اسمه وعن أسباب اعتقاله وعطوئيفه ومع وجود شاهد رابع هو جريس الخوري الذي بقي في السجن طوال أحد عشر عاما وفي اتصال معه أكد أنه طوال تلك الفترة لم يلحظ لوجود أي شخص في الزنزانة إلى جانبه مثل أبو عدس خصوصا أن حراس السجن كانوا يستدعون السجناء بحسب الأرقام المعطات لهم وليس بأسمائهم كما أنهم كانوا يمنعون تواصل السجناء بين بعضهم البعض باسل العريدي قناة الجديد معركة القلمون المنتظرة حصلت ولم تحصل مطلع يوم الأحد بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها انتهاء معركة القلمون قبل أن تبدأ الأخبار تحدثت عن رسائل صوتية تفيد بحصول هجوم مفاجئ شن على المسلحين المتواجدين في منطقة القلمون إلا أن المفاجأة كانت عدم وجود أي أثر لمقاتلي جباة النصرة ومع تداول هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تبين أنها ليست سوى تهويل إعلامي تهويل قد يعتبر على أنه جزء من المعركة النفسية بوجه المسلحين في القلمون على أن خبر اختفاء مقاتلين نصرة وإن كان صحيحا قد ينذر إليه على أنه تكتيك تتبع النصرة لإعداد الكماء في مناطق محددة أو ربما مؤشر لوجود خلافات بين صفوف المسلحين الذين يتحضرون لمعركة الدفاع عن المنطقة بعد اتخاذ قرار مشترك بين حزب الله والنظام لاستعادتها أما جباة النصرة فردت على الخبر بنشر صور عبر صفحة مراسل القلمون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر فيه استكمال تدريب تواقم متخصصة من رمات الصواريخ الموجهة ونشرهم على قمم جبال القلمون وتعد منطقة القلمون التي تسيطر عليها النصرة منطقة استراتيجية في غاية الأهمية فلبنانيا هي امتداد لجرود عرسال المسيطر عليها من قبل قوات لجباة النصرة وداعش أما سوريا فتقاس أهمية المنطقة جغرافيا واستراتيجيا نتيجة إطلالها على العاصمة السورية دمشق وقربها إليها ومع ازدياد الأنباء عن موعد اقتراب حسم معركة القلمون لصالح الحزب والنظام ترتكز تحضيرات حزب الله الحالية على محاولة فرض الحسم في مدة أقصاها شهر ونصف الشهر وتشير مصادر مقربة من الحزب إلى أن طول أمد المعركة أكثر من ذلك سيعني تلقائيا تحولها إلى حرب استنزاف لا تخدم لا الحزب ولا لبنان وتضيف المصادر أن الأعداد المرجح مواجهتها تفوق لأربع تلاف مسلح أهلا بكم من جديد أعلن الرئيس الدكتور سليم الحص أنه استقال من منبر الوحدة الوطنية في الأول من شباط الماضي إيمانا منه بتداول المناصب والمراكز مؤكدا أنه لم يعتزل العمل الوطني وأنه يتابع الأوضاع من مكتبه الخاص كلام الحص جاء في بيان قال فيه أنه ما زال متابعا للأوضاع الوطنية والعربية من مكتبه الخاص معلنا عن مواقفه بما ينسجم مع قناعاته ومبادئه عند المفاصل ومتى يرى أن واجبه الوطني والقومي يحتم ذلك في الثالث من أيار أهالي العسكريين الشهداء يطالبون بإعادة إقرار السادس من أيار عيدا وطنيا لشهداء الجيش اللبناني من ساحة الشهداء المنسية أطلق أهالي العسكريين الشهداء المنسيين أيضا صرخة علها تصل إلى ذاكرة المسؤولين والحكومة في الثالث من أيار نزل أهالي الشهداء للتذكير بأنه في السادس من أيار ثم تعيد لا يعني طائفة أو مذهب واحد عيد الشهداء في السادس من أيار لم يعثر له على مكان في زحمة الأعياد والعطل على جدول الأعياد في بلاد الأرض متسلحين بتضحيات أبنائهم كان لابد من أهالي العسكريين الشهداء من رفع الصوت مطالبين بإعادة إقرار السادس من أيار عيدا وطنيا تعرفوا ليه نحن موشودين اليوم هون بسحة الشهداء لحتى نذكر وزراءنا ونوابنا وسياسييننا أنه في نهار بالسنة يلي هو ستة أيار هو نهار عيد الشهداء يلي هو أنبل وأشرف وأهم عيد من كل الأعياد الرسمية يلي عنا إياها عيد الميلاد، عيد الأضحى، عيد الفطر لحتى نقلهم أنه لو ما من شهداءنا الأبرار ما كانوا هني موجودين بالسلطة اليوم ولا كانوا أولادهم موجودين لحتى يسفرون على حساب دم شهداءنا السيسية نقوله أنه نحن اليوم جينا لهوني ولو أنه العدل الليل بس بيضان في خير لبنان بعد في خير، بعد في ناس فيها خير جايين لمن شين نحن ندعم الجيش، نوافل جين بالجيش من شين نحفظ دم شهداء الجيش من شين ما شهداء ستة أيار متل ما نسوهم ينسوا شهداءنا بكرة ست بدعي أنه ستة أيار يكون هار التسويق للوطنية لأنه نحن ناقصنا إخلاق وطنية كتير كتير كبيرة نحن بدعي تين الإعلاميين وتين الفنانين لأنه هم الواجهة الحلوة للبلد، لأنه صوتهم زيما مسموع إن كان جوا أو بره، يخصصوا هنهار لهم بطريقتهم يعملوا دعاية للوطن في اعتصامهم حاول أهالي العسكريين الشهداء تذكير من نسي أنه في لبنان جيش وشهداء يرمون في المعارك والحروب دون شرف استذكارهم واستذكار تضحياتهم شن رئيس لقاء الاعتدال المدنيين بالسابق مصباح الأحدى بهجوما مزدوجا على وزيري الداخلية والعدل لافتا في مؤتمر صحفي إلى أنه وبحجة ازدياد عدد النازحين السوريين وهم بغالبهم من السنة يريد ما وصفه بالنظام الأمني الجديد إخافة الطوائف الأخرى قائلا لهم انتبهوا أصبح في لبنان ثلاثة مليون صني يشكلون بأحاضنا للإرهاب ويشكلون تهديدا للكيان كما تحولت وزارتي الداخلية والعدلية بقرار سياسي غير مبرر إلى أدوات بيد نظام حزب الله الأمني النظام الأمني الجديد الذي يستعمل النيابة العامة العسكرية المحسوبة على 14 أدار لتوقيف من يعارض الحزب وضرب جيل الشباب في الطائفة السنية للضغط عليه وتحويله إلى أدوات بيد هذا النظام الوزير السابق ويأموهاب يرفع الصوت في ملف إقفال مكب النعم ويقول الرئيس سنيورا يهدد المتعاهدين أعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير ويأموهاب بأنه لن يراعي أحدا لا من الثامن ولا من الرابع عشر من أذار في موضوع الفساد وقال سأكشفهم بالأسماء والأرقام قريبا في حلقة تلفزيونية تفصيلية مخصصة لملف الفساد بدأ من النفايات مرورا بالمرفأ والهاتف والقضاء وكل المؤسسات واستغرب وهاب خلال استقباله وفودا شعبية أما الداراته في الجاهلية كيف يتطفق جزء من الثامن والرابع عشر من أذار على موضوع النفايات ويتوحدون في هذا الملف وهم لم يتوحدوا لا في موضوع إسرائيل ولا في موضوع الإصلاح ولا في موضوع الانتخاب وعن موضوع مناقصة النفايات لإقفال ملف مكب النعم قال وهاب أحد هذه الضغوط يمارسها أحد شركاء الزبالي بلبنان هو فؤاد السنيورا فؤاد السنيورا عبيبعط ورا متعهدين عبيهددهم عمالي بيمارس عليهم ضغوط تينسحبوا لتسهيل الأمر لسيكلين تترجع تاخد هي المناقصة وأنا بحلقة تليفزيونية قريبة رح وضح كله بالأسماء رح أحكي بالأسماء من المتعهدين اللي عبيبعط وراهم وكيف عبيهددهم فؤاد السنيورا رجل يعني تعرفوا أنت فؤاد السنيورا رجل مؤسسات ومع السيادي ومع الاستقلال ومع المؤسسات الدولي بس بموضوع الزبالي لأ بينزل على الصغائر فرايح عمالي بيهدد لأنه يبدو أنه موضوع الزبالي كمانا جمع لا في ستماني ولا في أربع عشر ولا فتوهاب إلى أن السياسيين يلهون اللبنانيين بما يجر في العراق وسوريا واليمن وكل الصفقات تتم على أحسن ما يرام في الدولة وزير الخارجية جبران باسيل يدعو الدولة خلال جولته على قرى قضاء راشية إلى العمل على توقف النزوح السوري إلى لبنان بشكل كامل حذر وزير الخارجية جبران باسيل من تعرض لبنان لموجة هجرة جديدة إذا لم توقف الحكومة بالكامل نزوح السوريين مشددا على ضرورة التطرف لهويتنا اللبنانية كلام باسيل جاء في خلال جولته على قرى قضاء راشية هل ممكن نحن اليوم نصدق أنه هذا الاختراب اللبناني عم نحرمه من جنسيته من لبنانيته من هويته تنعطيه لناس مش لبنانيين قدما كانوا عزيزين علينا قدما كنا منحبهم وقدما كانوا جيران وقدما قالنا نحن وياهم شعب واحد السوري والفلسطيني لا يستبدل اللبناني اللبناني بالأول لبنانييننا هيدا الشيء اللبننا نتطرف فيه ممنوع نتطرف في الدين ممنوع نتطرف في المذهب لأنه هيدا غلط وقدما دفعنا عن حقوق مسيحيين أو غير مسيحيين نحن أول شيء من ضل لبنانيين واجالة باسيلة على قرى عيت الفخار وكفر مشكي وحوش الأنعب وعين حرشة وعين عطا واخر بتروحة وبيت لهيا حيث وضع إكريل زهر على النصب التذكري للمقدم المغوار ميشيل مفلح إضافة إلى زيارته قلعة الاستقلال في راشية تمكنت شعبة المعلومات في الأمن العام في الشمال من توقيف الذراع الأول لتنظيم داعش في شمال لبنان ويدعى إبراهيم بركات بركات الذي كان قد رصد في منطقة الميناء محيط مرفأ طرابلس وتمت مراقبته وإلقاء القبض عليه ليلة أول من أمس جرى نقله إلى مبنى المدرية في بيروت لاستكمال التحقيق مصدر أمني أكد خبر توقيفه وأكد أيضا أنه أمير تنظيم داعش في طرابلس وهو يقوم بتجنيد عناصر ونقلها إلى خارج لبنان بالإضافة إلى الاتصالات اليومية مع قيادة داعش في العراق وسوريا فضلا عن كونه المفتي الشرعي لتنظيم داعش في طرابلس أهلا بكم من جديد تظاهر مساء أمس عدد كبير من المستوطنين الأثيوبيين في تل أبيب احتجاجا على السياسة العنصرية بحقهم من قبل حكومة ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلية وأفادت مصادر صحفية بأن المتظاهرين حاولوا اقتحام البلدية بعد أن اعتدوا على الشرطة بشكل متعمد وقلب جيب تابع للشرطة ورشقوه بالحجارة بالإضافة إلى إلقاء الزجاجات الفارغة وتحدثت الشرطة أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة بعد حال كبيرة من الغضب اجتاحت أوساط المتظاهرين وردت الشرطة عليهم بالغاز المسيل للدموع براميل غاز لكلور في سراقب وجبل الزاوية يبدو أن الأسلحة المحرمة دولياً عادت لتخنق السوريين ولا تزال فيديوهات حالة الاختناق تغرق وسائل التواصل الاجتماعي من سراقب وجبل الزاوية وقالت مصادر في المعارضة أن مروحيات الجيش شنت هجوماً بغاز لكلور في البلدتين في ريف إدلب شمال غربي البلاد وذكر المرصد أن أربعين مدنياً على الأقل بينهم أطفال أصيبوا بحالات اختناق بعد سقوط برميلان متفجران يحويان غازات سامة وقد نشر نشطون في المعارضة على المواقع الإلكترونية شرائد فيديو تظهر عدداً من المتطوعين خلال محاولة إسعاف المصابين الذين تعرضوا للغازات ومصارعة البعض الآخر إلى إخلاء المنطقة المستهدفة ولم تقتصر هجمات الغازات السامة على سراقب وجبل الزاوية بل طالت أيضاً النيرب المجاورة وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في السادس من مارس قراراً يدين استخدام غاز لكلور كسلاح في النزاع السوري واستمع بعد أسابيع إلى شهادة طبيين سوريين حول الهجوم المفترض بهذا الغاز في بلدات سرمين قالت Human Rights Watch أمس إنه توجد أدلة ذات مصدقية على أن التحالف الدولي استخدم ذخائر عنقودية محظورة من صنع الولايات المتحدة في غاراته على الحوثيين في اليمن وأقال أستيف غاز مدير قسم الأسلحة في Human Rights Watch أصابت الذخائر العنقودية التي استخدمت في الغارات مناطق قريبة من قرى محلية فعرضت حياة الناس إلى الخطر ولأن هذه الأسلحة محظورة في جميع ظروف فإن الدول المشاركة في التحالف ومعها الولايات المتحدة التي صنعت الأسلحة تضرب عرض الحائط بالمعيار الدولي الذي يحضر استخدام الذخائر العنقودية أمريكا تسلح الأكراد والعشائر السنية في العراق رغم أن في الحكومة العراقية تخطت أمريكا كل القوانين حتى قوانينها ومنها قانون يحرم عليها تسليح جماعات في دولة ما لسيما إذا كانت قد شهدت هذه الدولة انقلابات لكن الكونغرس مرر مشروع قانون مقدم من قبل لجنة العلاقات الخارجية ويقضي بتسليح قوات البشمرك الكردية والعشائر السنية في العراق بعيدا عن الحكومة المركزية وكل ذلك لضرب التوافق السني الشيعي في بلاد الرافدين وضربت واشنطن عرض الحائط رفض مجلس النواب العراقي مشروع القانون الذي قال عنه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي بأنه مشروع لتبرير فشل أمريكا السياسي في دعم العراق ووحدته واستقراره الأمني معتبرا أن الكونغرس بهذا القرار أعلنت تأكيد على حالة الهروب والتملص مما يجري في العراق فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع نيف الشمري في مجلس النواب العراقي أن سيادة العراق خط أحمر ولن نقبل ولن نسمح بتجاوزه ورغم الرفض الرسمي العراقي وانتهاك الكونغرس لقانون وضعه بنفسه استمر الكوبوي الأمريكي بالتمدد إلى كل أسقاع العالم عبر ألغاء تفاوض من هنا وتعطيل اتفاق بين شعوب من هناك وهي شحنات الأسلحة تصل إلى الأراضي العراقية وهي مؤشر للإطاحة بالتوافق السني الشيعي والتحضير لحرب بين الطائفتين في القاهرة مهرجان للطبول يجمع دول العالم على أنغام مصر في تحية للكبير الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي من مصر تقرير لمنا عشماوي عشرون دولة ترقص على إيقاع الطبول في مهرجان الطبول والفنون التراثية الدولية والذي أقيم بقلعة صلاح الدين الأيوبي وسط حضور جماهيري دولي ليقدم المهرجان قرابة الماء والثلاثة وثلاثين عرضاً على مدى أسبوع كامل بحضور ما يقرب من عشرين ألف شخص وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ليكرم المهرجان الراحل الكبير الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ومصحرات العرب سيد مكاوي والفنان الشاعر فؤاد حداد وفارس السيرة الهلالية وشاعر الربابة سيد الضوء لتتناغم الرقصات فيما بينها يضلل عليها الغناء والموسيقى دول صفرة يعني لازم نقله وأنا أتصور أن ده جزء ما يسمى بحوار الآخر وإحنا حققنا ده عن طريق لغة الفن وأخاصة لغة الطبول وحاولنا الطبول يعني الطبول من أجل حوار الطبول من أجل السلام وهذا الشعار اللي احنا عطينا السعداء نحن بهذه المبادرة وكنا قد قمنا بعدة حفلات في دار الأوبرا وفي قاعة القوري وفي بعض المناطق هنا في القاهرة وفرحنا بهذه المشاركة كثيرا نتمنى لهذا المهرجان الاستمرار كما نتمنى لمصر أن تبقى دائما أم الدنيا وأن تبقى دائما أن يعمها السلام ويعمها الأمن إن شاء الله رقصت الفرق المشاركة مع بعضها البعض كل على إيقاع الآخر فاختلت الرقص الشعبي المصري بالرقص الأفريقي والشرق أسيوي والأزرب جاني فلا تستغرب إذا رقص غاني على أنغام الإسكندرانية بنات الأنفوشي أما الإسبانيات فكنا يرقصنا على الغناء السيناوي ابتكار لمخرج العرض انتصار عبد الفتاح الذي يرى أن التواصل بين الشعوب يجعل من التفاهم ممكنا حتى وإن اختلفت اللغات والعادات والثقافات ففي النهاية كلنا بشر نسعى للأمن والسلام أكيد طبعاً بتشجع السياحة وبتشجع معرفة ثقافة البقلد وثقافات البلاد التانية وإحنا مستين قول مرة نحضر المهرجان ده المرة ودي ومبسوطين قوي أن إحنا هنا في القلعة وفي المكان الحلو ده في مهرجان الطبول مهرجان الرقصات التراثية العالم كله بيرقص على وحدة ونص من هنا من قلعة صلاح الدين الأيوبي رسالة السلام من أرض السلام منعش موي الجديد من القاهرة في توكيو أقيم في منطقة ناريتا عرض أزياء طريف وغريب من نوعه حيث كان العارضون مجموعة من الخراف التي ترتدي تصميم مختلفة من الملابس وقد استحب أصحاب الخراف ماشيتهم عبر ممر مفروش بالسجاد الأخضر حيث قاموا باستعراض أزيائهم أمام العشرات من الحاضرين الذي كان معظمهم من الأطفال والآن إلى أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الثانين أربع أيار 2015 ونبدأ مع صحيفات النهار إرنا مفاجآت مذهلة في معركة القلمون لا أفق لجلسة تشرعية في العقد الحالي الجيش الأمريكي حقق في مقتل 52 مدنيا في غارة سبعة قتلى بينهم أربعة تلامذة في قصف لمدرسة في حلم في السفير توقيف مفتي داعش وأحد رموز النصرة في الشمال نصر الله عون تثبيت التفاهمات وصيغة التعينات أبو سمير الأردن يقود عمليات داعش معركة القلمون استنفارات وشائعات في الأخبار القلمون المسلحون لم ينسحبوا المعركة لم تبدأ بعد نصر الله لعون نحن معك اليمن انزال مشبوه في الأنوار معركة القلمون تقترب من ساعة الصفر ومسلحون نصرة يهددون بالصواريخ جملات يبدأ اليوم الإدلاء بشهادة أمام المحكمة الدولية تستمر أربعة أيام عائلة العسكري المخطوف طالب تلتقيه في جرود عرسال لقاء العهل السعودي والسيسي اتفاق على اجتثاث ظاهرة الإرهاب في عنوين الديار عون لي تراجع والثلاثاء سيكون له موقف وست أيار خطاب جريء بري خمسون خبيرا يدقيقون في كيفية صرف السنيورة للـ 11 مليار دولار ما هي الأسباب وراء صفقة ردم الحوض الرابع قريتم والسنيورة يسعيان لكسر الإرادة المسيحية العراق مئة قتيل لداعش في المستقبل الراعي يدعو لرئيس توافقي و14 أذار تقترب من إنجاز المجلس الوطني عون وجعجع يطويان صفحة الماضي قبل 15 أيار قوى يمنية مدربة على قتال الشوارع تدخل عدن أما في البناء الإفلاس السعودية تسبب بفضيحة إنزال كاذب في عدن يلفلفها العسيري نادر الحريري يحمل للرابي تسويات تروكز للجيش مقابل عثمان لقواء الأمن حزب الله حدد ساعة الصفر للقلمون فبدأت الإنهيارات في صفوف النصرة أنباء عن إلغاء المغرب زيارة برئيس في اللواء أحباط مخطط لاغتيال بهية الحريري وماهر الحمود في صيدا عسيري للواء سأطلب توضيحات حول هوية الموقفين بمحاولات استهدافي وشهادة زلزالية في لهاي اليوم قمة سلمان السيسي التعاون العربي بعد عصفة الحزم التحالف يدعمها ناهدي الحوثي في عدن وإيران تعترف بالتورط في اليمن ننتقل إلى البلد وفي عنوينها معركة القلمون تتراجع وجملات شاهدا في لهاي اليوم جسو نبض بري الجيش يحكم قبضته على الغوطة الشرقية في الجمهورية جملات نهارا والحوار ليلا الراعي لرئيس بقيادة الموارنة في عنوين الحياة التحالف ينفي إنزال قوات برية ومصر تمدد مهمة للجيش في الخليج والبحر الأحمر أنصار هادي يستعيدون مطار عدن والسيطرون على مواقع في تعز القمة السعودية المغربية تبحث في التطورات الإقليمية إسطنبول جهود لتوحيد البندقية الإسلامية السورية وبقلم غسان شاربل المجازفة والقرار أخيرا مع الشرق الأوسط قوات نخبة يمنية في عدن والمعارك تشتعل قرب المطار أكبر مستشفيات تعز في مرمى الحوثيين المؤتمر الشعبي ينقلب على صالح ويؤيد الشرعية الأسد يخسر 196 ضابطا ويمتص الغضب بطاقة الشرف ببطاقة الشرف كان في النشرة التلفزيونات في لبنان ستقاضي من قطع البث تعدم بشكوى أولى مدن الملاهي في لبنان ابحثوا عن إجراءات الحماية هذه السنة هيدي البرايمة اللي بتقلب وأعملنا ثلاثة مجد لاني وأبو عدس الحكاية الكاملة فالأبيب تشتعل على يد الأثيوبيين بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا شكراً للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر